موسيقى السيلفادور أصغر دولة في أمريكا اللاتينية عدد سكانها 6 ملايين ونصف المليون وهي أحد أخطر البلدان التي لا تشهد صراعات عسكرية وذلك بسبب الأنشطة الإجرامية لعصابات ماراس إذا ما نسينا الجرائم الأخرى فهي تتصدر أعلى معدلات القتل في العالم بنسبة 61.8 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص من السكان جرائم القتل تحدث في كل الدول لكن المميز بالسيلفادور أن حوالي 60% من هذه الجرائم والحوادث مرتبطة بنشاط العصابات جرائم قتل منظمة انتخب الشعب رئيسا جديدا العام الماضي وهو نجيب بوكيلة الاسم يبدو عربيا ببساطة لأنه من أصول فلسطينية وأهم برامجه هو محاربة الجريمة المنظمة لكنه يحتاج للمصاري والمصاري 109 ملايين دولار وهذه المصاري قرد من مصر في أمريكا الوسطى والقرد يحتاج موافقة البرلمان والبرلمان لا يريد أن يوافق إذن الشغل دوخة لكن الرئيس مدعوم من الجيش والقوات الأمنية فهم يريدون التمويل لعملهم فحشد أنصاره وخطب فيهم على باب البرلمان قائلا أياد المشرعين ملطخة بالدماء ولا يشعرون بالخجل كان هذا القرد من العام الماضي وكان من المقرر تقديم الأموال إلى الشرطة وجنود الجيش سنوفر لهم الظروف الملائمة لمكافحة الجريمة لكن هذه الظروف لم توفر لهم بسبب هؤلاء الذين لا يشعرون بالخجل من أنفسهم فهم يجلسون ويتحدثون ويوافقون على الأشياء لأنفسهم فقط ولكن ليس للشعب السلفادوري أبدا إذا لم يوافق هؤلاء الأشخاص الذين لا يشعرون بالخجل على خطة السيطرة على الأراضي هذا الأسبوع فسأستدعيكم إلى هنا مرة أخرى يوم الأحد المقبل لطلب العون من الله يا الله لقد طلبت مني الصبر ولكن أولئك الذين لا يخجلون من أنفسهم لا يريدون العمل من أجل الشعب الجيش والشرطة والحكومة سلطة تنفيذية أما البرلمان فسلطة تشريعية وهناك استقلال لكل سلطة عن الأخرى لكن الرئيس لا يعرف هذا فأدخلهم ببدلاتهم وبساطيرهم وأسلحتهم إلى داخل قبة البرلمان ودخل معهم وجلس على مقعد رئاسة البرلمان وتل صلواته ثم أمر بمباشرة الجلسة وقال لهم وقعوا على القرض هذا هو يدخل مع الحاشية وسيصل إلى مقعد البرلمان وهو يتربع على مقعد الرئيس ماريو بونس ماريو بونس هو نائب محافظ قال إن بوكيلة حاول انقلاب ضد الجمعية التشريعية وهي البرلمان لا يمكننا الرد على السلطة التنفيذية بمسدس في رأسنا ويجب أن نتحاور أما بالنسبة للتغريدات كما يراها المغردون العرب أبدأ من يمنى عاشور التي تقول تحب تعرف المستفز أكثر العصابات في السلفدور أصبحت مسيطرة على كل شيء في البلاد لدرجة كانت تتاجر في المخدرات بأنواعها وبعد غلق الدول المجاورة لكل المنافذ عليها أصبحت تعيش على دماء بني جلدتها هذه كانت تغريدة الأولى وكان صاحبها يمنى عاشور لكن هذه التغريدة الثانية أتت من أمير يقول رئيس السلفدور يجبر نواد بالبرلمان على تمرير قرض قيمته 109 ملايين دولار لدعم الشرطة والجيش والله يا جدعان أنتم متأكدين أن التصرفات هذه بتاعة رئيس السلفدور يستغرب أما هذه التغريدة الثالثة فأتت من مجرد إنسان يقول عالم لسه مبتدئة سياسة ليس يبوهم يوصلوا للبرلمان من أساسه فيكون من حقهم يرفضوا أو يوفقوا لما ممكن من الأساس يفصلوا برلمان كله على مزاجهم وتربيتهم ويمشي اللي هم عاوزين وبرلمان نقاوت عنهم يجوا يتعلموا من هنا أما بالنسبة لهذه التغريدة فأتت من حساب يسمي نفسه المحبة يقول له اعمل زي العرب اللي ما يوقعش اختفاء قصري على طول مش تفضح نفسك كده وعندنا اللي بيسمع الكلام تكبش من الفلوس الضرائب ومن التكية وتدلع آخر دلع أما بالنسبة لمنظمة العفو الدولية فغردت تقول هذه التغريدة إن نشر عناصر من الشرطة والجيش في حرم المجلس التشريعي يذكرنا بالحقب الأكثر قتامة في تاريخ السلفادور ترجمة نانسي قنقر